فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوا قد فتنهوا هواه وهذا هو الخوض في العقيدة الذي يخوض في العقيدة هذا صاحب هوا وصاحب دنيا أعمته دنيا وهذا الخوض في الشهوات صاحب دنيا استعمل دنياه لشهواته وملذاته ونسي الآخرة وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا يشبه المغضوب عليهم وهذا يشبه الضالين نعم وفتنة العابد هذه هي فتنة الضالين العابد الجاهل الذين يعبدون الله على جهل وظلال في مقدمتهم النصارى كما سبق وفتنة العالم هذه المغضوب فتنة المغضوب عليهم وهم الذين أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به بل باعوه بثمن بخس واشتروا به ثمنا قليلا قليلا وهم اليهود ومن سار على نهجهم من علماء الضلال الذين لم يبينوا للناس وكتموا ما أنزله الله لأجل مصالحهم ترجمة نانسي قنقر